دي اجابة محترفة جدا لانك انت بتعلي رؤية الجهاز الفني وانا مش هلح عليك او اعرف انت بتحب تلعب فين او نفسك تلعب فين لكن اكيد جواك بتحس ان انت لو لعبت سترايكر صحيح او مهاجم صريح انت شايف نفسك ايه او لو لعبت شادو سترايكر او لعبت تحت روس الحربة انت شايف امكانتك ايه او في نص الملعب لكن في النهاية انت حسمت الاجابة بان الموديل الفني اللي عايزه هو الافضل واعتقد ان دي افضل اجابة واجابة احتراف فيها جدا. طيب تحب اقول لك على افضل مركز بحب العب فيه? بصراحة. انا بلعب في اكثر مركز بطلق بانسة افضل مركز كنت بلعب فيه لان كل مركز اديت كل اللي عندي فيه. بعض المداربين يقولوا افضل نكتلعب في المركز ده او مركز ده في الناس يحب يحطوني راس حربة. الناس يفضلوا يحطوني في وسط الملعب. لو جاء مدارب قال لي عايز تلعب راس حربة او صنع العاب او تلعب على الاطراف انا باحترم ده طبعا. في المبارسعات بيحصل تعديل خططي في بلعب وينجليفت او بلعب اه بهاجم ظل او بلعب في اي مركز راس حربة او تحت راس حربة انا بحترم اي مركز بلعب فيه وبدي فيه كل اللي عندي. طبعا الكلام مهم لكن في خلال مسرتك هل لعبت في مركز صعب عليك شوية او في مركز غريب شوية يمكن من البداية اللي هو في نيجيريا سافاكسي تونس المنتخب النيجيري يعني فيه هل مركز بقى لعبته كان غريب عليك شوية. مع منتخب نيجيريا لعبت كل مباريات على اني راس حربة. كانوا بيلعبوني كمهاجم صريح في المنتخب نيجيريا. وبدأت هنا ماتشاطي مع الاهلي كمهاجم صريح برضو. مع المنتخب النيجيري لعبت 15 مباراة احرصت عشر اهداف. بالضبط. ده صحيح. في مباريات تانية كنت بلعب وينجليفت كنت بستريح برضو كويس وبدي كويس فيها. لما بتلعب تحت راس الحربة او بتلعب راس حربة. راس الحربة الصريح اللي بيروح يجيب هدف بيسعد الجميل اكتر. لما بتجي بتلعب تحت راس الحربة بتبقى رايح بشبه انفراد او رايح بهدف مؤكد. هل لو الهدف مؤكد مية في المية هتصوب نحو المرمى وبشرطة ولا ممكن يبقى الاسترايكر لجنبك هتخدم عليه وتلعبه وانت واحد. ولا في الحالة دي بتبقى الامور صعبة شوية عشان سعادة الجماهير شوية. انا طبعا بحب ادي تمريرات لزميلي جيبه جوان. لكن بلعب يعني مهاجم او مهاجم تاني. بدي لزميلي عشان يسجلوا. المهم انا اجيب جون او ادي زميلي يجيب جون. المهم الفرقة في الاخر هي اللي بتحرز الهدف. انا لو لقيتك فوضع افضل حديك تجيب الكورة. هتجيب جون يعني. حبصيلك. لكن انا لو انا وضعي افضل انا اللي حسجلك. المهم مصلحة النادي في الاخر. مصلحة الفريق. انا اجيب جون او غير اجيب جون مش مهم. انا ممكن انا سجل الجون والفرقة تخسر. مش هكون سعيد اكيد. افضل ان انا اباصل زميلي وجيبه جون مؤكدة. وانا هنكسب. السنة اللي فاتت الموسم اللي فات. اديت عملت اسيست وديت مطميرات لزميلي جابه جون اكتر ما انا احرصت اجوان. فانا في العادي انا بدي زميلي يجيبه جون اكتر ما انا بحث انا لجون. بس ما بلاقي نفسي في الماتش في مباراة في وضع يسمح لي اجيب جون مؤكد بقى حرص طبعا. بسجل. المهم في الاخر لازم يسوب كله في مصلحة الفريق ولازم نكسب. يعني انا دوري في الملعب نعمل اسيست وهدي زميلي تبريغات كويسة. لو انا جاي لفرصة ان بسجل بسجل. اعيز اقولك ان عقليتك دي وصلة لجماهير النادي الاهلي وشايفة ده فيك. وشايفين انك انت اكتر بتلعب اسيست وبتساعد لعبت الفريق اكتر ده واضح جدا. يعني حتى لما انت بتقول ده ده الجماهير مصدقك جدا. لان شايفة ده في ادائك. لكن اكتر اسيست انت عملته شفت انه هو يعني كان صعب وعجبك قوي. واكتر هدف احرصته مع النادي الاهلي انت شايفه برضو انه الافضل حتى الان. افضل اسيست عملته افضل تمريرة اديتها لحد من زميل وجاب جون. انا هاختر اتنين. الاتنين بالنسبة لي كانوا رائعين. لما بفتكرهم ببقى سعيد بقى مصوت. والاتنين كانوا اسيست للاعيب واحد. في مبارات الاتحاد السنة اللي فاتت اديت اعملت اسيست لعبدالله السعيد. في ماتش مقاولين. في مرعب بيترو سبورت اديت برضو اسيست. تاني برضو لعبدالله السعيد. والاتنين كنوا صعبين جدا. وجاب منهم اجوان وانا كنت سعيد. يعني كنت فخور بيهم بصراحة. يعني اديت مجود كبير اشعر اعمل الاسيست ده. وطلع كويس في الاخر. وهو جاب جون. اما افضل جون انا احرصته. طبعا هو الهدف اللي انا احرصته في الزمالك. كنت يسا جاي جديد. واول جون جبته في الزمالك اكيد ما بتنسيش بالنسبة لي. مبارات الاهلي مع الزمالك بتبقى مختلفة لان الاهل والزمالك طبعا في فرق كبيرة جمهرية ولها شعبية لكن تبقى شعبية الاهل والزمالك شعبية كبيرة جدا. مبارات الاهل والزمالك وخاصة بيبقى لها استعادات عندك خاصة لما بتلعب الموردي او زي اي مباراة. تعرف يعني انا اول ما وصلت النادي وقلت حلعة في النادي الاهلي. وانا من نيجيريا انا حتى طبعا عارف انا حلعة في النادي الاهلي يعني في نادي زمالك. ففي نيجيريا عارفين انه قدبيه كورة في مصر الاهلي والزمالك. وطبع المبارات الكبيرة زي الاهلي والزمالك المبارات كبيرة في الدورة بتعمل لعيبة كبيرة. لما لعب ماتش ديربي زي الاهلي والزمالك. بحاول اطلق كل اللي عندي وبحط قفل شخصيتي في الملعب. وحاول ابين امكانياتي. وحاول طبعا اكون هادي ونكونش متعصب. واطلق كل اللي عندي. انا بلعب قدام زمالك طبعا لو انفعلت. ممكن اخد كارتة احمر ولا حاجة واضطرد. بحاول اكون هادي وما تعصبش. واركس امبارات. وبحاول العب نفس الاداء بلعبه في امبارات العادية.